طيب let's check number B هل برضو الفورسة اللي هيبقى ناقص طيب هو حدد لك في السؤال وبيقول لك هاتلي third proportion رجل واضح جدا ومش سايبك انك انت تحط النقط في المكان اللي انت هترتبه هو عايز third proportion يبقى انا لازم اسيب مكان الثرد عندي فاضي so بالترتيب كده 4 my first proportion 6 the second one and the last one هو ال fourth one هو ال 12 ومكان الثرد هو اللي ما سين وبرضو using cross multiplication 4 times 12 divided by 6 give us the third proportion which is 8 easy جدا لو هو حددلي proportion دي بتبقى حاجة واضحة جدا ما بتحلقش مني طيب هنا ما حددش بس سايب مكان السكند فاضي يبقى كده هو عايز second proportion according للترتيب اللي هو حطه يبقى كده ترتيبي انا هبتدي احط x over unknown whatever equal xy over y squared الله يميسه كله letters فما انا هجيب ايه هنجيب برضو second proportion in terms of x and y فهامل تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الان مدرستنا المستقبل مدرستنا المستقبل